السلام عليكم دائما متابعين الاعزاء متابعي قناة دعم مدرسي الاعزاء مرحبا بكم على القناة يكون عندنا واحد نموذج اخر من نموذج فروض الرياضيات بالنسبة المستوى السادس اذا كالعادة الPDF سوف تلقوا اسفل الفيديو سوف تلقوا الرابط اللي في باقي الفروض اللي عربية فرنسية يعني جميع المواد سوف تخليكم الرابط اللي فيه كذلك اللي فيه بعض دروس مهمة بالنسبة الرياضيات كرأس المالوسية الفائدة كالكتلة الحجمية كرأس الملسورة بالتصاميم والخرائط لك يلقوا في ملولي ذات مشكيل اذا دائما في اطار من اللي كنكونوا نجاوبوا ورحنا كنكونوا نشارحوا كذلك الفيديوهات لزيادة الفاهم ان شاء الله كذلك غتلقوا الرقم ديال واتساب الناس اللي بغوا ينضموا معنا الجروب الخاص ديال واتساب اللي فيه مجموعة من الاشياء التي هي يعني كتخص المستوى السادس اولى المستويات ديال الابتدائي على العمو اذا نبدأ بالتمرير الاول اكتب على شكل قوة اثنان وثلاثة اذا القوة هي ناتج ضرب العدد في نفسها عدة مرات اذا هناك لاحظة تسعود في تسعود في تسعود ساكتبها على شكل قوة تسعة أثلاثة تحديد ثلاثة زائد عنده الوعyon هذه القوة الاخرى هي أربعة في أربعة يعني اربعة أثنان واحسب ما يلي هنا حلي Hair نقوم بالتعorschب وانيي marci ينجز 두� obl m ala مكل oft 18 ديال اربعة زائد 6 الكل cust 2 aí 4 ساكتب أس 2 إذن 4 نحقها باش تمان اذا عشرة في عشرة اعطني مائة اثنان في اثنان اربعة في اثنان تمانية هي تمان ومائة بغيتي مباشرة سنتكتب عشرة اثنان اثنان راه هي مائة واثنان اثنان ثلاثة هي تمانية ونضرب ممكن هنجيو لمسألة احسب كتلة القطعة المعدنية التالية علما ان كتلتها الحجمية 4.6 جرام سنتيمتر مكهب بغينا نحسب الكتلة من who mu mus would انطلاقا من الكتلة ل час تفضل مائة صوره في حاجة يمكن نولفها جميعا نلة من خلال الاتصائف فعند الخلال الكتلة نخرج نخرج الكتلة و الكتلة الحجمية نخرج الحجم مثلا انا عندي الحجم مثلا هو مساحة القاعدة مثلا في الارتفاع مساحة القاعدة مثلا عندي اسطوانة هي P في R في R مثلا إذا إذا عندي بغيت الحجم وعطني هذا المعطي يتلقى الحجم إذا عطوني الحجم ومساحة القاعدة يتلقى الارتفاع إذا ممكن تلقى أي عنصر من عناصر هذه المتساوية إذا عطينا الكتلة الحجمية و كنا لاحظوا أننا لم يعطينا الحجم إذا نحسب انطلاقا من هذه المعطيات التي لدي إذا قبل ما نحسب الكتلة خصين نحسب الحجم عدا نطبق هذه القاعدة إذا إذا بغيت الحجم كيف أشغل القاهة الحجم هو ماذا هو الكتلة على الكتلة الحجمية إذا طلعت الحجم هنا ببحده خصين نهبط الكتلة الحجمية إذا بغيت الكتلة كنخلي الكتلة هنا و كنطلع الحجم عند الكتلة الحجمية بالضرب لأن الأهناية الحجم عنده الخصين يجب أن تدوز الجهة الأخرى المتساوية الى ضرب قد خلية الحاجه الذي نقلب عليه باعدها يجب أن تكون من الوجهة المتساوية يدوز للجهة الاخرى من المتساوية مثلا انا عندي مساحة المستطيل هي الطول في العرض انا بغيت الطول اذا خلي الطول ببحده وندوز العرض لهذه الجههة اذا لو بغيت ندوز العرض لهذه الجههة كيف يدوزه بما انه عنده العلامة ديال الضرب يدوز بالقسمة اذا اس قسمة ال تساوي ال كبيرة وهكا نقدر نلقى مثلا غير الطول هذه الطريقة باش نلقى اي عنصر من عناصر المتساوية سنجي ونحسب بعدها حجم القطعة المعدنية سنجي في تساوي بمعنى ومتوازن مستطيلات يدوز الطول في العرض في الارتفاع بكل سهولة ال في ال في اش دائما نكتب القاعدة هذا الفورميل اللي نكتبها هاد كنا ندوز نعود اذا الطول هو عشرة في اربعة في خمسة اذا عشرة في اربعة اربعين في خمسة عشرين يعني خمسة في اربعة عشرين زايد هذا الصفر سنتيمتر مكاعد سفي انا لقيت الحجم ديال القطعة المعدنية فيها مئتين سنتيمتر مكاعد ده بعد غنقدر نحسب كتلة القطعة كتلة القطعة وهنا نقدر نجي ونكتب هنا واحد مئتين سنتيمتر مكاعد هنا كتلة القطعة قلنا الكتلة هي شنو لو بغيت الكتلة هنا الحجم عندو عندو هنا يا قسمة يعني عالة غيدوز جيال اخرى بالضرب اذا الكتلة هي الكتلة الحجمية في الحجم اذا هي اربعة فاصيلة ستة في مئتين سفي تساوي اذا نغلقها تساوي تسعمية وعشرين قرام او لو ممكن نخدم بالتناسبية غنقول كل واحد سنتيمتر مكاعد فيه ربعة فاصيلة ستا قرام انا عندي مئتين سنتيمتر مكاعد اذا كم تساوي يعني شحل من شحال في الكتلة فهم اذا الكتلة هي هادي من ضروبة في هادي على هادي اللي مقابلة معها ورقص نيش حاجة على واحد لا تتغير اذا هي ربعة فاصيلة ستة في مئتين او تعطينا هي تسعمية وعشرين قرام اذا المسألة الخرق اوضع رجل مبلغا ماليا قدروه تلتاشر عالف درهم في بنك لمدة سنة كاملة بعد مرور السنة اصبح لديه تلتاشر الف وثمية وخمسين وحسب الفائدة السنوية بما انه ما عطيني ش سعر ما نحسبه نطلاقا من السعر هاش هلحط في الاول هاش هلولا عنده في الاخر اذا هندير عملية ناقص هندير تلتاشر الف درهم هندير تلتاشر الف وثمية وخمسين عفو هنقص من هذا الشي اللي كان عنده في الاول بطبيعة الحال زادت ستمية وخمسين درهم هادي الفائدة السنوية نحسبه سعر الفائدة هاونا نحسبه سعر الفائدة اشنا هو سعر الفائدة اذا نسبقت وشرحت لكم في عدة فروض وفي عدة فيديوهات ان انا بالنسبة التناسبية اللي ما كيعقلش على هذوك طريقة دير الحساب كيستعمل هاد الجدول هادا اذا هنه كيدير مثلا مية درهم عليها واحد السعر اذا الرأسمال عليها واحد الفائدة مية درهم عليها واحد السعر يعني وش ثلاثة في المياه وش كل مية درهم يعني اش حال كيعطونا عليها اذا هاداك الرأسمال اللي عندي اش حال الفائدة اللي غادي جيني فيه انطلاقا من هنا ممكن استخرج جميع العلاقات مثلا انا بغيت الرأسمال الرأسمال يساوي ماذا؟ الرأسمال الرأسمال يساوي ماذا؟ يساوي هاد الجوش اللي مقابلين مع بعضياتهم اذا الفائدة في مئة على السعر اذا بغيت السعر او السعر الفائدة السعر هاداك اللي مقابل مع ذاك الشي اللي كنقلب عليه هو اللي يكون لتحس اذا الرأسمال عندي لتحس صافي؟ وشنو اللي يضرب بعضياتهم الفائدة في مئة بغيت مثلا الفائدة اذا اذا سنضرب هي السعر في الرأسمال مئة ونقسم مئة ونقسم على الرأسمال اللي هو تلتاشر آلف درهم بطبيعة الحال قبل ما نحسب نتخلص من الأصفار قد ليه خمسة وستين على تلتاشر خمسة سعر الفائدة هو خمسة في المئة يعني كل مئة درهم يأخذ عليها خمسة درهم تلتاشر سلم التصاميم والخرائط يبلغ طول صومعات مسجد على تصميم مئة سنتيمتر احسب طولها بالمتر علمان ان سلم التصميم هو واحد على خمسة اذا لدينا ثلاثة القواعد في سلم التصاميم والخرائط ثلاثة القواعد اللي يخصك الضبطهم على العموم السلم هو المسافة على الخريطة على المسافة على الحقيقة المسافة في الحقيقة يعني السلم يكون على شكل واحد على شي حاجة واحد الفوق يكون صغر من التحت اذا دائما المسافة على الخريطة اللي هي صغيرة على المسافة الحقيقية وكل شخص يكون بسنتيمتر هذه اول ملاحظة شخص يرغب اتباع المسافة الحقيقية كبيرة مسافة الحقيقية اذا كناخر島 المسافة على الخريطة انضربها في مقامي السلم هذا اللي كان يكون مليا اذا بغيت مسافة على التصميم سأخذ المخ absolutا الصغيرة اذا نضربه حكوم neurotرضي حكوم القواعد الشراب من المسافة الخريطات永رت 20 م فهو 3 المسائل يجب أن تضبط و تكون كل شيء بسنتيمتر في حالة إلعطوك المسافة الحقيقية بالمتر أو بالكيلومتر إذا نريد المسافة طول الصومعة الحقيقي نضرب طول الصومعة هو نضرب 500 نضرب 8 في الخمسة و نزيد الأصفال سوف نحويل إلى المتر صفر في سنتيمتر و الصفر في المتر هو 40 متر بكل بساطة المسافة الحقيقية نضرب في مقام السلم كل شيء يكون بسنتيمتر يجب أن نحويل هذه الساعة يجب أن نحويل صفحة الموالية هنا لدينا أنشئ زاوية أو بي قياسوها 80 درجة في ذلك الرابط يجب أن تجد دروس الرياضية أو الفرنسية هناك مجموعة من دروس التي يهمون كنا نقوم بذلك العام و هذا العام يجب أن تستعدادا للمتحان تجد درس المسافة هذا الدروس لا تجد دراسة المسافة لأنه يجب أن تستعد دابة لا تحتاج إلى تحديد دابة لانتذب أن يكون مطارسة تحتاج إلى المسافة في التجدد من نشاء الزاوية دابة نرسم دلع الأول قياس مسافة الزاوية او بي يعني رأسه ها او ها او انا مثلا غنضي الهناي قبل ما كنرسم الزاوية كنتخيلها في رأسي 80 دراجة يعني قل من الزاوية القائمة قل من 90 دراجة كناخد المنقلة كنحط الرأس هذا المركز دي المنقلة على الرأس دي الزاوية والضلع غادي للصفر بحالك وليكن نتأكد ان المركز دي الزاوية هنا وهذا الضلع غادي للصفر دي الساعة كنحسب تمشي 80 طلاقا من هات الصفر هذا خصني نطلق ضروري من هات الصفر ما نطلقش من الصفر اللي في الجيهة الاخرى اذا من هات الصفر هذا وكنطلع حتى الثماني كانحط واحد النقطة هنا يعني من هنا سيمر الضلع الاخر مش بضرورة موصلت لهذه النقطة ولكن بحالك نحط بحلقة دي المنقلة بقلم الرأس اصطبيح حان��ها الزاوية انشئ النقطة اي بحيث او اي منصف الزاوية او بي اذا نصيبه منصف الزاوية او بي طريقة دياله بسيطة اذا كن ناخد حركة البركار كندير هنا واحد جوش تقاطعات بقوس كندير هنا تقاطع الاول هنا التقاطع الثاني كنعود نهز نستخدم النقطة تقاطع الثاني كندير قاوس ومن ثم سورا يدوس وذهك النقطة اي ران دياله فين معجبني لان هذا نصف المستقيم بغيت اديرها بغيت اديرها يعني في هذا النقطة التقاطع مزيان دياله في اي نقطة اي تقدر جيب اي بلازة اذا نصف المستقيم اولي استنتج قياس الزاوية او اي ها هي ا ا ا ا ا هذي شحر غا تكون بما ان هذا مناصف فانه يقسم الزاوية على جوج اذا قياس قياس الزاوية او اي هو اربعون درجة لهادك الضلع على مناصف الزاوية. هنجي لنا يا عندنا انشاء يعني الاشكال الهندسية انشاء متالة بحيث عطينا هنا يا قياس قياس ضلع قياس جوج الزاوية. بالنسبة لانشاء الهندسية كذلك غتلقوا في هذا الرابط فيديو فيه المثلاتات بجميع الاشكال ديالها شبه مو نحارف بالاشكال دياله متوازن الاضلع بالاشكال دياله المعين يعني بعض المرات كيعطوك الاضلع بعض المرات كيعطوك الزاوية كل مرة وشنو كيعطوك. فانا خدمت معاك جميع الاشكال اللي ممكن يعطوك في المتحان او لا في الفرل. هنا عاطي اني ضلع وجوج الزاوية. اذا دائما كان بضبط ضلع. كان بضبط ضلع اللووال او بي لي فيه ستة سنتيماتر. ها هي ستة سنتيماتر. اسميتو هنا اسميتها او بي. بغينا الزاوية اا هادي يكون فيها سبعين. وهادي يكون فيها خمسين. وفي المطلقة والاضلع هادك هو السميتو النقطة الثالثة ديال الزاوية. اذا هنا بغينا يكون سبعين. اذا كأنني غرسم زاوية. ممكن تفرق. اذا غنجي نحط المركز هنا. الزاوية اذا حتى نستطيع ان ترسم بحلكة. ونشوف نقطة ديال سبعين داراجة فين جيته. من هنا. يعني سبعين كين هنا وسبعين كين هنا. رد بالك. انا مشي من هنا هذا السبعين. الدلع اللوال غيدوز من هنا. هنحاول الرسم بطريقة خفيفة. انا غايكو لانتقلم الرساس. غادي سنترسم بحلكة. وانتسنى وفين غايت تلقم ستقوم بضلع الزاوية ستقوم بالضلع بضلع ستقوم بالضلع نستدريجها نستدريجها نقلب نقلب 70 درجها 50 حتى كذلك نلوي 70 650 60 So قياس لدينا قياس الزاوية B زاوية B إذا يكن مصحة بإمكاننا زاوية B هنا ستكون قياس الزاوية السي هذه بحال تحافظنا على عبا إذا بدنا اسمية ديال السي فغيبقى هات شي صحيح المهم هدي الطريقة باش كنرسمه متلس بمعرفة الضلع واحد وجوج الزاوية إذن نعلم أن زائد ب زائد السي تساوي 180 درجة إذن هاذي بغينا من زاوية نحن بغينا السي و لبين مهم هيا ماذا هي 180 درجة غن نقص منها الزاوية A زائد زاوية B تساوي 180 درجة ناقص A زائد B لي هي 70 درجة زائد 50 درجة هي 180 درجة ناقص 120 درجة تساوي 60 درجة وما يتدير مباشرة يعني هادو تكتب الأرقام حتى تحسب عدد دوز و مجيال أخرى هاد هي اللي قلت لك أنا قبيلة أي متساوية و ممكن لقى أي عنصر من العناصر كيفاش أنا بغيت تساوي إذن أو B خصوم يدوزوا جهة أخرى إذن باش خصوم يدوزوا بناقص بحق بجوج هنهزهم بجوج ندوزهم بناقص و ندير القوس لانا لما درج القوس غيكون عندي خطأ إذن سوف نقص أو B بجوجات مع بعضياتهم مجموعين إذن سبعين زائد خمسين هي مئة وكنتمنى ما ندكوش تقدر شيخ خطأ في الحساب إلا لقيتو شيخ خطأ في الحساب أعتدر ولا بعض المرات كما قلت لكم كيوقعوا بحلقة أخطاء تقنية إذن سوف نديروا مئة وثمانين ناقص بجوجة هتعطيني 60 إذن هاد الشيلي كان بالنسبة لهذا الفرد هذا أتمنى أن تكون السفت ثمنوا وإن شاء الله لا يوجد فرض أخرى بحول الله